اشتركوا في القناة في البرامج التالية دبلوم الإدارة الرياضية دورة المستوى الأول والثاني والثالث والرابع للبرنامج الوطني للمدربين الدفعة الثانية لبرنامج محول أمية البدنية الدورات التخصصية كما كرم اسمه الرعاة والمساهمين في دعم برامج الأكاديمية الأولمبية وبهذه المناسبة أعرب اسمه الشيخ خالد بن حمد عن اعتزازه الكبير بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الأولمبية في تخريج الكواد الرياضية الإدارية والفنية لمختلف الأندية والاتحادات الوطنية لتشكل صرحا علميا رياضيا من خلال سلسلة الدورات والبرامج العلمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المدربين لما يشكلونه من أهمية في صناعة المواهب بجانب الإداريين الذين يعتبرون ركيزة أساسية في قيادة المنظومة الرياضية وأعرب اسمه عن سعادته بتخرج هذا العدد من الدارسين والدارسات وهما يعكس المكانة والسمعة الطيبة التي تحتلها الأكاديمية الأولمبية في ظل ما تقدمه من برامج علمية رياضية عصرية بالتعاون مع كوكبة من المحاضرين المحليين والدوليين وبالشراكة مع كوكبة من المعاهد والجامعات الرياضية الدولية لتخرج نخبة من المدربين الذين أشرفوا على قيادة أكبر الأندية والمنتخبات الرياضية ونخبة من الإداريين الذين تبوأوا أرفع المناصب الرياضية محليا وخارجيا وأكد سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة التحصيل العلمي والمعرفي لجميع الخريجين لتطوير قدراتهم بما ينعكس على مخرجات العمل الرياضي وتمنيا للخريجين دوام التوفيق والنجاح هذا وأكد سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية أن الأكاديمية ستشهد بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد نقلة نوعية في مسيرتها باستقطاب مناهج ودورات دراسية جديدة بالتعاون مع أرقى المعاهد والجامعات محليا وخارجيا فيما عرب مدير الأكاديمية الأولمبية دكتور نبيل طاها عن فخره بأن تكون الأكاديمية امتدادا لرؤية جلالة الملك المعظم مؤكدا الاستمرار في تحمل المسئولية ورفع سمعة ومكانة الوطن عاليا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة